السلام عليكم يا أحلى طلاب بالدنيا طلاب الخامس العلمي ورجعنا وياكم بالحلقة الساسة من مادة الفصل الثاني المتتابعات بطلاب الخامس العلمي طلابنا هاي الحلقة رح ناخذ بيها عبارة عن مجموع المتتابعة الحسابية بكل أفكارها وأنفلتها وتمارينها فهاي الحلقة مخصصة لهذا الموضوع حتى بإذن الله يعني هذا السؤال يكون مضمون إلك بالجيب وهو موضوع سهل كلش عبارة عن قانون نطبقه ورح تشوفوه سهل كلش قبل لا بلش اشتراكك بالقناة واللايك وكل هاي التفاصيل اللي انتوا دائما تدعمونا بيها هذا الشي خطينا حافز ويخلينا إن شاء الله مستمرين وياكم وإن شاء الله الجيش المؤملي كلهم اعفاء بإذن الله المؤمليون كلهم اعفاء بالخامس العلمي فهذا هدفنا إن شاء الله وياكم ومستمرين بإذن الله وهس راح نبلش إن شاء الله بالحلقة طلاب عدنا هس موضوع أخير بالحلقة اسمه مجموع المتتابعة الحسابية إن شاء الله تشوفوه سهل مجرد تطبيق قانون حيطلب منك المجموع والمتتابعة كلها يعني انت المتابعة شقد بيها مثلا الحدود خل نقول مثلا نقول بيها أرقام مثلا واحد ثلاثة خمسة إلى آخر هو يريد المجموع مثلا مال ستة حدود أو مجموحها كلها انتظروا ما تقعد تجمع بيدك واحد واحد ما نخلص مو أو يجمع هذا زائد هذا زائد هذا لا مو هيشي أكيد بيها قانون اهنانة وقانون كل السهل باور مجموع المتابعة الحسابية من يطلبها من عدك بالأسئلة هو الرمز مالتا أس طبعا هو بالانجليزي المجموع سم سم أوكي فانت ذا تاخذ أول سميشن يعني بالخل نقول كنون يعني كاسم مجموع أوكي فأول حرف من عنده هو الأس تمام صرت مدرسة انجليزية بعشي تريدون فمن الحرمز لأس يعني هي بالانجليزية كلمة انجليزية يعني مجموع أس أن لنحكي احنا بدلالات مجموع المتتابعة كلها يساوي شنو القانون مالتا أن على ثنيا هاي شنوان أنا عوجت هاي هناك مشكلة دائما من الشاشة مرات تفصل أن على ثنيا في يو أن زائد أي يو أن زائدة طبعا عادي تكتب أي زائد يو أن هو جمع عادي فخافوا يعني شوفوا مثل الطلاب سيقول أستاذ يشمن قول أي زائد يو أن نفس الشيء ما إلي أي تأثير هذا القانون هو قانون مجموع المتتابعة الحسابية زين وحدة وحدة الآن هو عدد الحدود عدد حدود المتتابعة هذا كنا ندري به نحن متفقين عليه طبعا هذه الاثنين ثابتة مكانها ثابت ما يتغير الـ هو الحد العام أو الحد النوني طبعا هذا همينا راح نحكي بفد ملاحظة الـ A أو طبعا نقول عليه الحد الأخير همينا الحد الأخير هو همينا يعتبر الـ U ون أوكي عيني الـ A هو الحد الأول أحد شهله؟ الـ A هو الحد الأول زين في حال ما عندك U-N شي سوي؟ إذا ما عندك U-N وعندك نقص بالقانون الـ U-N لازم اتطلع بالقانون القديم اللي هو يا هو القانون القديم ما الـ U-N تتذكره شباب؟ U-N شي سوي؟ A زائد N ناقص 1 في D أي زائد N ناقص 1 شنو؟ في D فخاف ما عندك U-N نقص عندك فتطلع من هذا القانون هيكتبها ملاحظة في حال أن ما عندك U-N تطلع من هذا القانون القديم إذن الآن القانون المالتيمال المجموح هو هذا تحفظ كل السهل S-N يساوي N على 2 U-N زائد A U-N زائد A سوف أفوت رأساً بالأسئلة لما ببعض أفكار ولا بأي قوانين لخ بس انتبه إذا ما عندك U-N تطلع من هذا القانون يمكنكم مدرسين المدرسة ما يقومون تعني ويه بسيط أنه هذا يعوضوا هنا يقومون قانون جديد كليش طبيعية هاي؟ خاف يعني بالمدرسة حينطيق قانون لخ إلا للأسئلة يقول لك إذا هاي أنت يعني أنا أفضل تمشيهيش على هاي اللي أنا أقول للمصر هاي قوانين عندك الدوخ أنت كطالب إذا ما عندك U-N روح على صفحة طلعة من هذا القانون ليش تجيب هذا تعوضة هنا وصير صرهوسة عليك وانت قانونياً وهوسة؟ هو قانون واحد أوكي؟ وإذا ما عندك U-N مثل ما يقل لك أستاذ مؤمل أمشي على هذا القانون وزين نبدأ بأول سؤال وأسهل السؤال يقول لي أوجد مجموع أربعة حدود أوكي؟ يعني هنا أنا إذا نركز أن الأنمالتنا هي أربعة شباب ياريت ياريت يتكتبون المعطيات مثل ما أنا أسوي هس هو يريد مجموع أربعة حدود الحدود اللي عندك أنت الآن مالتك أربعة يريد هو الأس أن يعني يريد الأس أربعة مجموع مال أربعة زين متتابعة حسابية منطيق حدها الأول اللي هو الأي أربعة عفوا اثنين ماذا أشوف اثنين وحدها الرابع راح تقول لي ش أسوي بالحد الرابع حس راح أقول لك فد ملاحظة عليه الحد الرابع هنا شباب اللي هو قيمته خمسة فد ملاحظة كلش مهمة مصورنا السؤال أسئلك هنا هو يريد مجموع مال أربعة هنش كتك لين الرابع ش ينسمي الأول وله الأخير لذل إذا أقول شأي الرابع هو نفس من هو يعتبر الأخير نفس من هو يعتبر الأخير هنا أربعة فمن أقول لك منطيق الرابع هذا ك 좋 depende يعتبر حد الأخير اليوå اي لأن اهود هو دي يقلك أصلاً او بس أربعة فهن yep Say 4 ونده أقول Moore نطيق الرابع معقلك يعني هذا الأخير ماكو خامس انه اربعة اصلا فهمت قصدي وهذا الخمسة اليو اربعة ونفس اليو ان اعتبره انه هو الحد الاخير الهلي ان انت الان مالتك اصلا اربعة الامور كلها تمام اروح تطبيق مباشر اليو ان موجود حتى متعبروحك رأسا تقول اس ان يساوي ان على اثنيا في يو ان زائد اي الان ادي اربعة اوها اربعة اليو ان كنا هي نفسها اليو اربعة اليو ان اللي هو خمسة زائد الاي اثنيين شوفت قلت حلو نرجع على المعطيات ما ادوخ زين اربعة على اثنين بيها اختصار هيطلع الناس جمالتها اثنين خمسة زائد اثنين سبعة هسا تعال اضرب اخر شي اثنين في سبعة المجموع مالتي اربعة عشر كل السهل وواضح وما بي اي فكرة اذا المجموع مالتهم هو شنو اربعة عشر من تجمعهم كلهم هيطلع الناس جمالتي اربعة عشر زيان اروح بعد اعتقد اكو مثال ايه هذا عبر ثاني اوجد مجموع حدود المتتابعة الحسابية واضح السؤال يريد المجموع يريد المجموع يعني يريد الاس ان تعال اس ان هو المجهول سهلة يا ابا مجموع متتابعة حسابية زيان بس ان اعود صاير لو تي ما منطيك ايها كمفردات ما منطيك متتابعة انت رح تستخرجهم كلهم اوكي واحدة واحدة اول شيء اول حد بالمتتابعة هو يعتبر الا حد شو حلو حد شو حلو زيان اخر حد بالمتتابعة هس اول حد هذا الا اخر حد بالمتتابعة يعتبر اليو ان اذا اليو ان مالتك مية اوكي لكن عندي مشكلة بسيطة القانون والاس ان اذا اريد نعوض عليه خلي نيجي نكتبه هيكون ان على اثنين في يو ان زائد اي رح تقول لي اي ستاد قلبي انت ال يو ان عندك والأي عندك بس الان ماكو اه هاي شلون زين تعال اكيد لازم نلقى حل اذا هذا عوفا ادنا مشكلة نرجع لك بعدين قلنا نرجع لك مين نطلع الان ادنا مشكلة هسن رح نطلع الان ادنا مشكلة لازم نطلع الان القانون القديم مالتنا تذكروا شباب اللي وش يقول ان يساوي اي زائد ان ناقص واحد في دي نقدر نطلع من عند الان نقدر بس بشرط هذا عندي هذا عندي لازم نطلع دي زين اقدر اطلع من هاي اي اقدر ادي بي قانون شي يقول الثاني ناقص الاول زين انا اعدي الثاني الثاني اثنين اثنين ناقص الاول واحد دي ماتي واحد خلاص طلع D أقدر طلع الان هسه أقدر طلع الان هسه زين من راح أطلع الان شنو فائدته انتو قلولي حتى نقدر نعوضه هنان ويطلع المجموعة تعالي ياابا خليني يجي نعوض على كيفنا ال UN مية طرح هذا ال UN آخر واحد أوكي ال A هو الرقم واحد زائد N نحن نريده ال D همينا واحد زين الواحد يأثر بالضرب لا ما يأثر بالضرب شوف واحد زائد N ناقص واحد زين واحد ناقص واحد يروح ال N ما لدي طلع مية زين من طلع عندي ال N هسه أقدر أطلع المطلوب مع السؤال انحل السؤال وأقدر أطلع نعم تعالي علي كيفك S N شي ساوي N على 2 ال N طلعناه 100 فمية على 2 في U N عندناها مية زائد A A عندنا واحد زين مية طبعا على 2 الاختصار بها 50 خمسين خمسين في مية زاد واحد مية واحد ما هي شباب سأفعل هذا ضرب عمودي على كيفكو نرى نزل الصفر أخلص منه ما زال عدي خمسة في في هذا الرقم خمسة في واحد خمسة خمسة في صفر صفر خمسة في واحد ما زال الناتج؟ خمسة آلاف و خمسين 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 هذا S N مال هذا السؤال الواضح والسهل مثل طلاب لا يوجد شيء كل شيء جميل أفكارها جميلة لكن هناك تنتبه أن عندك نقص N تحتاجه تمام؟ تطلع D و إذن السؤال تعاوض بهذا القانون يطلع N عندك ببساطة تعاوض و يطلع عندك الناتج نأتي على هذا أيضا المثال الذي لدينا هنا محدد لك ماذا يريد ماذا يريد ماذا يريد أنهم يحدد لي؟ بعش قال قد مجموع ثمان حدود كل شحلو قد تقول له يعني ال N مالتي ثمانية و يريد المجموع مالتهم يريد S-N بعد من المتتابعة حسابية هناك يقود لنصل في تلك طبعا أول شبابنا كنا ندري أن هو الأي يعني الأي سالب 4 لكن هناك شيء غريب أن ال UN ليس منطقية ال-UN ماكو ماذا سأفعل هنا؟ ماذا سأفعل هنا؟ انتبه إذا أجد طبقت قانون المجموع ال-SN اللي هو N على ثنيا في UN زائد A سألاحظ هنا عندي فد مشكلة بسيطة وين المشكلة البسيطة؟ شوف ال-N موجود ال-A موجود بس ال-UN ماكو طلعت الحامل الجموع لازم ألقي حل عوف القانون تعال يا أبا خل نحيير ماذا نطلع ال-U-N ال-U-N قلت لك مين ما عندك تطبق القانون القديم اللي هو A زائد N ناقص 1 في D شوف ال-A عندك ال-N عندك ال-D ما عندك بس تقدر تطلعها شوف ال-D ال-D شنو قانونه الثاني ناقص الأول الثاني من هو؟ الثاني واحد ناقص الأول من هو؟ الأول سالب أربعة زين أنت عمل قانون عندك سالب وهو سالب ينضرب السالب بالسالب يصير موجب ال-D مالتي سيطلع موجب خمسة واحد زائد أربعة موجب خمسة إذن من طلع ال-D هنا رح أقدر أطلع ال-U-N أعوم ال-A مالتي سالب أربعة ال-N ثمانية وال-D موجب خمسة حسنا رح أجي هسا تبع عليه السالب أربعة ينزل ثمانية ناقص واحد شباب سبعة سبعة في خمسة سبعة في خمسة شباب خمسة وتلافين شارط الكبير ونطرح خمسة وتلافين ناقص أربعة واحد وثلافين واحد وشنو؟ ثلافين اللي نطلع عدي هسا ال-U-N كذلك إذن هسا السؤال مالتي رح ينحل ببساطة رح أجي أقول S-N يساوي ال-N عندي ثمانية ال-U-N طلعت منها شقد واحد وثلافين زائد ال-A عندي شقد ال-A سالب أربعة دي البالي حطها بيقاوسي تضرب الإشارات موجب بالسالب سيطلع سالب أربعة سيصبح واحد وثلافين سالب أربعة ثمانية على الثانية اختصار بيها أربعة رح نأتي واحد وثلافين ناقص أربعة الناتج مالتي جقة شباب شنو؟ تليفونك هذا خالب جيبي؟ نعم صدق؟ تليفونك مصور؟ صال الساعة طب من الساعة طب تليفونك جيبي؟ والله شوف يدوك خبرني عشر تالاف مكالمة تقيت عمي عليك الله إيش ما تليفوني له ولا دقيقة؟ إيش جابه؟ لا لا شون جابه؟ وين؟ نفس الشي عمي نفس الكفار نفس الكفار والله نفس الوزن نفس الكفار نعم هو شنو؟ آيفون شنو هو؟ 15-16؟ نعم نعم ها قدام الطلاب عمي أنت أحمد أنت أبر أنا عاضرك نعم والله من التعب أحمد أنت تعبان ومركز يا طلاب ويتريدر تطلق أجود وأفخم الشرح هاي بس يا متي ستوديو متي ستوديو طبعا إعلان مدفوع الثمن أحمد طبعا طلاب الرابع يومي على القولي طلّ أحمد المصور طلّ أحمد المصور طلّ أحمد المصور لا يعرفون لا يعرفون السؤال في علي قلنشا لا يعرفون لا يعرفون لازم نحكينهم إذا أجلون تعرفون سربت علي قلنشا شوف المحاضرات الرابع زين والله من الدوخل ما أخذ التليفون المصور طبعا المهم شباب 31-4 27 زين 27 في 4 4 في 7 مانية وباليد 2 4 في 2 8 و 2 10 الناتج ما في طلع شنو 108 طلابنا الأبطال راح ناخذ هسا الأفكار الثقيلة شوي اللي هي موجودة بتمارين الكتاب اللي تخص مجموع المتتابعة الحسابية شوفوا إذا لاحظ هنا هذا السؤال يقول إثبت أن حلو يقولني إثبت يعني هنا السؤال إثبات إنه مجموع أن حد الأولى من أعداد الفردية الموجبة ما عليك بها لحد شيء للمتتابعة الحسابية اللي هي هاي إريدك تثبت له أنه يجب أن يطلع المجموع عن تربية يعني لازم الن مالتك وطبعا هذا غصبا ما عليك يعني من يقول لك إثبت أنه بالرياضيات يعني غصبا عليك لازم يطلع عن تربية لازم تحل الن مجموع هذا القانون تحل تعوض بي لازم يطلع عن تربية لهاي المتتابعة يعني هذا هذا إجباري إجباري غصبا ما عليك آه هاي 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 إذن هنا لازم منحله نطلع شنو الاس أن مالتنا أن تربية زين نبدأ أين أول شيء شباب إحنا نعرف أنه الواحد هو الأي موجود عدي من طنيا بالسؤال يعني الأي واحد زين آخر حد هذا اللي هو اليو أن همي أنا موجود عندي بالسؤال اليو أن ثني أن ن ناقص واحد زين وبعد شنو اللي عندي أنا على ثنيين القانون آآ يو أن زائد أي أو أي زائد يو أن طبعا نفس الشي آآ يعني إذا تكتب طبعا قطول الله وحيقولولي أنا متأكد هذا كتب أي زائد يو أن نفس الشي يعني هذا جمع عبدالي بالرياضيات تريد تكتبة يو أن زائد أي أو أن نفس الشي كله نفس الشي زين باع الع هسه رح نجي نعوض الأي واليو أن رح نجي نعوض الأي واليو أن باوع أنا على ثنيين تبقى الأي رح عوضه واحد زائد اليو أن رح عوضه هذا هو مطيك يا ثنيين أنا ناقص واحد الواحد يروح ويا الواحد لين واحد ناقص واحد صفر كلكم تعرفون زين شي ضل عندي أنا على ثنيين وهنا ضل عندي ثنيين أن زين الأن يروح ويا عفوان عفوان لا الأثنيين تروح ويا الاثنيين هاي شينا هاي شي ضل عندي ضل عندي أن في أن شباب عند الضرب شي صير تجمع الأسس أن في أن الناتج يطلع أن تربيع وأني أثبتت له أنه المجموع مالتي هو أن تربيع وأخذت عشرة من عشرة نقول له واو ها ميم وهو المطلوب واحد هندي مخبال وهو المطلوب أوكي أبليك بتأني دائما نكتبها وهو شنو المطلوب طلعت أن الناتج مالته أن تربيع مثل ما أنت تريده لأنه وراده أن تربيع وفعلا طلع عندي أن تربيع مثال كل شي سهل وحلو نأخذ اللي بعده هنا السؤال محلو لطيف يقول لي كم حد راح تشيكها بالعامية كم حد يرادلنا من هاي المتتابعة أوكي تبتتني طبعا كده من الحد الأول حتى يكون المجموع مالته سالب 14 كم حد لازم نخلي هنا ورا النقاط كم حد إذا نحسومهم من الخمسة وعشرين يعني سهل ورا واحد ثنيين ثلاثة وبعدش قد يرادلنا حتى يطلع مجموحهم كلهم سالب 14 ها صالب بالعامية يدع تشيك ياه كم حد يرادلك حتى يطلع المجموع مال هاي كلها سالب 14 طبعا أكيد أنت هو مطيك متتابعة يعني شباب طبعا نوح على شغلة مهمة جدا لازم تعرف شنو مطلوب السؤال فمن يقول لك كم حدا يعني يريد الأن الله شكت حلو هذا الحل يعني أكتب هنا أنه الأن علامة استفهام مطلب السؤال مالتي الأن زين منطيك المتتابعة خليه جيبها المتتابعة أفوا هذا هو الأي أول حد هو الأي يعني هسا الأي مالتي هو خمسة وعشرين زين بعد طبعا هو إيش منطيك لا تنسه منطيك المجموع الله هاي أول مرة يطيني المجموع شوفوا لاحظوا هنا مطالب المجموع هنا منطيك المجموع يعني الاس ان مالتك قيمته سالب 14 حلو حلو فكرة جديدة ركز هنا المجموع هو منطيك إياه مطالبة بالسؤال منك زين هو رايد الان زين حلو لحد الآن حلو بقية شغلة زين أنا هسا إذا أطبق القانون مع الاس ان ثواني خلي ويه نفسي أسولف بالامتحان أسولف ويه نفسي فهسا إحنا قانوننا شنو مع الاس ان ان على ثنيا اي زائد يو ان أو يو ان زائد اي قلت لك بكيفك شون تريد تكتبها تكتبها يعني جمع هو عادي تقلبها خمسة هايح زين احنا شنو هدفنا هدفنا ان نطلع هذا الان هذا مطلب السؤال الاس ان موجود صح الاي موجود اليو ان ماكو عدنا مشكلة احنا يمكن قلت لك اليو ان من ما اكون طبق لهذا القانون اي زائد شنو اي ناقص واحد في دي تمام طبق لهذا القانون اللي هو شي يقول يو ان يساوي اي زين هالثاني باوع بس ركز بيريه احنا هم رح اواجه مشكلة انه الان ما عندي حلو رح ابقي بدلالة ان هذا القانون طبعا ادي رح اطلح انت اكيد احتطرح الواحد وعشرين من الخمسة وعشرين اي بار الله تدري بها انت ادي قانون اثابت الثاني ناقص الاول اي اكيد تعرفها هيطلح سالب اربعة شرط الكبير ونطرح سالب اربعة يعني هذا عندي بس الان رح يبقى مجهول الاي عندي رح اجي عوض الاي عوضة اش قد خمسة وعشرين زائد عفوا الناقص واحد في دي الديه اللي هو سالب اربعة اوكي زين رح شي سوي اوزع السالب اربعة بقوس هيصير خمسة وعشرين عادي بقي 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 عادي هتا شوفهم كالباطفة العادي سالب اربعة في ان هيصير عندي سالب اربعة ان سالب اربعة في سالب واحد موجب اربعة زين اجمع لي هاي الاربعوية الخمسة وعشرين حيطلع عندي تسعة وعشرين ناقص اربعان حس هذا يمثل منه يمثل اليوان نقدر نقول اليوان طلعناه ايضا بدلالة ان من اجي الساعة القانون هاعوض الاسن هاعوضه سالب اربعة عاش زين الان انا اريده الاي قيمته شقد لاحظة خلي شوية انطيمة جال حتى الاي قيمته خمسة وعشرين يلا اي راح اعوضه خمسة وعشرين اليوان راح اجيبه منه هذا تسعة وعشرين ناقص اربعة انطيمة هاي شحلو؟ ان انا وزعت السالب اربعة على القوس اوكي وطلع عندي بهذا الشكل زين خمسة وعشرين زاعة تسعة وعشرين ينجمعون تعال خلينا نجمعون تقيقة اشقد يطلع؟ اربعة وخمسين مو؟ زين اذا تريد تتخلص من الكسر بالرياضيات اضرب المعادلة كلها بالمقام اضربها كلها في اثنين حتى هذا الاثنين يروح اضربها كلها في اثنين يعني حتى هذا الاثنين يروح راح ينزل بس القوس بدون اثنين هاي شو حلو؟ هاي شو حلو؟ بس باقلك فان شاء الله تدريلونا طلابي غلطون هاي الاثنين لازم تضربوا هذا الطرف همينه يعني سالب اربعة عشر ساحصير سالب اربعة عشر ان يعني انت راح تضرب الطرفين اوكي الطرف الايسر يصير سالب اربعة عشر ان والطرف الايمن يختصر الاثنين والاثنين يبقى بس هيتشي بدون كسر هسو اوزع الان عالقوس نحل السؤال هاي راح يصير تجربة ان في اربعة وخمسين اربعة وخمسين ان ان في سالب اربعة ان سالب اربعة ان تربيع لان عند الضرب تجمع الاسس ان في ان يصير ان تربيع هاي تجربة شباب لازم ابو التربيع شارتها موجب فتنقله للطرف الايسر وهذا هم تنقله للطرف شنو؟ الايسر زين هل اضرب المعادلة كلها في اثنين الطرفين باوي مثل انت هذا لا تنسى تضربه في اثنين اثنين فيه سالب اربعة عشر سالب الثمانية وعشرين زين هاي الاثنين راح تروح شباب تختصر لان ضربت في اثنين زين ينزل الان وهي ينزل الاربعة وخمسين ناقص اربعة ان تعال وزع الان على القوس اوكي هاي راح تصير تجربة شباب ان فيه اربعة وخمسين اربعة وخمسين ان ان فيه سالب اربعة ان بالله هذا اثنة واحد وهذا اثنة واحد عند الضرب تجمع الاسس تصير ان تربيع راح تنحل بالتجربة بس قبل كل شيء ترى كلهم يختصرون على اربعة ما بتقسمهم على اثنين اربعة وخمسين لا تقبل على اثنين اللي ان اربعة وخمسين لا تقسمهم على اثنين راح تقول لي أستاذ مؤمل ليش دا أسويه شيء كل ما اصصر الأرقام أقل اصصر الحل أسهل فأنت مو غلط إذا ما قسمت ركز هاي خطوة اختيارية فأنا راح أقسمهم على اثنين على متجربة وما تصر سهلة الـ 28 تقسيم اثنين نشكت شباب 14 الـ 54 تقسيم اثنين حتى دا ما تعرف سويها هاي لا تستهمن هاي هاي بها اثنين واحد سبعة وعشرين ترى هذه احنا مرات نخطأ المدرسين فسويها قسمة طويلة حتى لا تخطأ سبعة وعشرين الـ 4 تقسيم اثنين ايه سهلة اثنين جيد هسه شنسوي لازم نصفر لازم شنجو نصفر شباب راح أنقل ذولا كلهم للطرف الايسر هذا راح نقل للطرف الايسر وهذا حنقل للطرف الايسر على مود ابو التربيع يصير اشارته موجب فاثنين ان تربيع مرة حنقله هنا يصير موجب اثنين ان تربيع السبعة وعشرين ان يصير سالب سبعة وعشرين ان سالب 14 ما تتغير شارتين ان هو ما نقلناه فقط نقلت دوله صار ادي هسه تجربة علىها هسه نفتح قوسيان شوف هنا تجربة من اسمها تجربة يعني لازم تظل تجرب شباب لازم تظل تجرب اوكي يعني فهسه راح نجيش نسوي راح نجرب لحد ما يطلع لحد الوسط صحيح هسه شوية بسغل لي بها اي شي هتحصير يدي مجال اكمل هناك طبعا التجربة شباب راح ناخذ اول حد اللي هو ثنين ان نجرب نقول اول شيء منين جاي وما نكو غير ثنين في واحد ثنين في ان لكن الارباطعش بيها هواي عوامل الارباطعش نقدر نقول جايه من اثنين في سبعة سبعة في اثنين ونقدر نقول جايه من ارباطعش في واحد يطر هم بي اثنين نجرب هسه سبعة في اثنين شباب اوقف اذا ضربنا القريب بالقريب لازم لحد الوسط يطلع سبعة وعشرين زين اذا ضربنا القريب بالقريب سبعة والبعيد بالبعيد اثنين في اثنين اربعة سبعة زاد اربعة ما راح يطلع سبعة وعشرين ثم يفيد نجرب ما نجرب سبع في اثنين خلي نجرب هنجرب ارباطعش في واحد بالله نجرب ارباطعش في واحد زين ارباطعش في ان ارباطعش ان واحد في اثنين اثنين ارباطعش زاد اثنين ستعاش هم لا اريده سبعة وعشرين خلي اقلب اماكنهم شوفوا شباب انا مثلكم احاول خلي اقلب اخلي منها الواحد شوف الان ارباطعش فتشك بها اخلي اقلب اخلي منها الواحد ومنها الارباطعش واجرب قريب بقريب واحد ان بعيد ببعيد الله ارباطعش في اثنين ثمانية وعشرين ايه الثمانية وعشرين هو الواحد من اطرحهم مش قد يطلع يطلع سبعة وعشرين يعني هسه الارقام صحيحة يعني حاصل طرح دول يطلع سبعة وعشرين تبقى الاشارات الاشارات لازم اشارة الكبيرة تكون هي السالب يعني لازم هنا السالب تخليه حتى هذا يصير سالب إذن هنا تخليه موجب حتى هذا يصير موجب حتى نقول إشارة الكبيرة ونطرح ونقول إشارة الكبيرة ونطرح جد راح يطلعتكم سالب سالب 27 نفس الحد الوساط إذن هذول الأقواص الصحيحة مالتي راح أسويهم باحتماليا أما أول شي نقول 2N زائد 1 يساوي 0 أو N ناقص 14 يساوي 0 أحول الواحد شباب يصير إشارة سالب قسم على 2 طبعا مليون بالمئة هذا الحل غلط ليش ليش نقول عليه همال يو همال مليون بالمئة لأن الN ما تطلع سالب أبد الN لازم قيمتها أكبر من الصفر لازم الN تكون موجبة تعلم الN دائما لازم تكون شنو موجب لأن ما كو N عندي بالمتتابعة يكون سالب فهذا يهمة لنقوله عليه لأن الN مستحيل تطلع سالب إذن هنا ننقل السالب 14 الله هنا الN طلعت ما ضبوطة 14 إذن عدد الحدود يحتاج لـ 14 حد حتى يطلع الناتج سالب 14 إذن الناتج مالتنا شباب الN هو 14 بقعدنا السؤال أخير يا شباب وهو السؤال اللي شون أقول شوية غريبة عليه يعني مختلف عن ذولة البقية زين فشباب قبل ما أشرح السؤال أريد راجع لكم في الشغلة شغلة مهمة نكتب سؤال شلون نعرف الرقم يقبل القسمة على ثلاثة سؤال حلو ما نبتدأ إيه شون نعرف هذا الرقم يقبل القسمة على ثلاثة مثلا مثلا خمسمية وواحد وستين أو مثلا نقول فد ثلاثمية مثلا وتلافة هاي أرقام شوفوا أقبالكم شون أعرف أنه هي تقبل القسمة على ثلاثة الأولى الجاوبة بسيط كل شي نجمع الأرقام ونشوف الناتج الأرقام دولة للثلاثة هذا وهذا وهذا ونشوف الناتج إذا طلع من مضاعفات الثلاثة نقول يقبل راح واحد يقولي شنو مضاعفات الثلاثة يعني جدول الضرب ما الثلاثة جدول ضرب الثلاثة أوكي إذا طلع من مضاعفات الثلاثة هذا ما يقبل القسمة تعال خلنت سويحة ستة مننا سويحة راح تفتهم هذا يجمع الأرقام بقلب أو ليش بقلبك سويحنا خمسة زائد ستة يعني خلي زائد بيناتهم هاي شو حلو؟ خلي زائد بيناتهم زائد واحد خمسة زائد ستة دعش دعش زائد واحد اثنعش اثنعش ايه موجود مضاعفات الثلاثة إذا هذا يقبل القسمة على الثلاثة هاي شو حلو؟ تعال على هذا نجمع الثلاثة زائد صفر زائد ثلاثة ثلاثة زائد صفر زائد ثلاثة ثلاثة زائد صفر ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة ستة الستة موجودة نعم موجودة إذن هذا يهمينه يقبل القسمة على الثلاثة إذن شون نعرف الرقم يقبل القسمة على الثلاثة نجمع الأرقام مال ته جمع طبيعي هذا زائد هذا ونشوف إذا يطلع من جدول الضرب مال الثلاثة يقول ما يقبل القسمة على ثلاثة ستاستاذ مومي ليش شرحت النهاية أنت أكثت سؤالي شي فالشي أريد آخذها لكم همي أنا موجود تمارين الكتاب بيش حسابه يريد مجموع جد مجموع الأعداد الصحيحة أوكي المحصورة بين 100 و 400 شوف بين 100 و 400 والشرط مالتا أنه يريد تقبل القسمة على ثلاثة و بدون باقية شنو الأرقام اللي محصورة بين 100 و 400 تقبل القسمة على ثلاثة نبلش المية ما يصير ناخذة بقى واحدة وحدة رح أبدأ المية صار ناخذة أنا أقول لا 1 زائد صفر زائد صفر يطلع 1 الناتج ما يقبل و منضعفات الثلاثة ما يفي المية روح هو أصلا قال لبياناتم يعني أصلا المية أنت مرح تاخذة روح لي على المية واحد عوف المياس روح لي على المية واحد واحد زائد صفر صفر زائد واحد همين لا راح يطلع راح يطلع الناتج ما لاتج ما لاتم اثنيا إذا هم يقبل القسمة تعاللي على المية و اثنيا واحد واحد نشوف احنا اجمع الأرقام دولة الالثلاثة اللي هما من امّا الواحد و الصفر و الاثنيا واحد زائد الصفر زائد اثنين واحد زائد الصفر ما على قيمة واحد زائد اثنيا الله تلاثة الثلاثة هي من المضاعفات ثلاثة مو أول رقم لو مو أول رقم أول رقم إذن هذا يقبل القسمة إذن هذا عفوا إذن هذا أول رقم المية واثنين أخليه بالمتابعة وراء المية وثلاثة واحد زاد ثلاثة حيطلع أربعة صادق قبل قلنا أربعة ما تفيدني المية واربعة حيطلع خمسة ما يفيدني المية وخمسة أي يفيدني اجمعهم واحد زاد الصفر زاد خمسة واحد زائد صفر زائد خمسة حيطلع ستة إذن وراء نقول مية وخمسة بس تقوم أضل للصباح صلوتي وراها شا سوي حط نقاط واكتب آخر حد الأربعمية شنو أخذ قبله يا رقم عندك قبل الأربعمية ثلاثمية وتسعة وتسعين ثلاثمية وتسعة وتسعة خلتشيكم ثلاثمية وتسعة وتسعين وهو واحد من العدوم لازم يكون حد الأخير نبدي بهذا نجمع هاية زائد هاية زائد هاية أوه ثلاثة زائد تسعة زائد تسعة ثلاثة زائد تسعة 10 نا عش زائد 9 ظاجتم معي بذوله واحد وعشرين إيه الواحد وعشرين من المضاعفات الثلاثة إذن لتلاثمية وتسعين همينا يقبل القسمة نخليه بالاخير لتلاثمية وتسعين يا الله جقد حلوب شون صحرت لوتي عليه شوف كثل هاي الأرقام اللي هي شنو محصورها بين المية والاربعمية اللي تقبل القسمة على ثلاثة حسنًا منا أستنتج؟ أستنتج أنه أنا هذا عندي الأي الأي مالتي 102 أدي نقدر نطلع طبعاً أوقفه هذا الـ Un حد الأخير أوكي 300-199 ممكن أحتاج حاسبة هنا مصور أوكي هذا السؤال حسنًا أنا أريد الـ Sn المجموع فإذا طالب صار لوتي وراد رأسني يطلع الـ Sn سوف يواجه هذه المشكلة شوف قانونها شنل أسأل N على 2 A زائد UN أو UN زائد A بكيفك؟ خاف مرات تشوفون يا كتبة UN زائد A A زائد UN كل نفس الشي شباب الـ Un موجود الـ A موجود لكن الـ N ما موجوده والـ N إذا ما موجوده هاي مشكلة تروح تطلحها من يا قانون لازم من قانون الـ Un A زائد N ناقص واحد في D زين الـ A عندك الـ UN عندك الـ D تقدر تطلعه تطرح مجرد الثاني ناقص الأول الـ D الثاني مية وخمسة ناقص الأول مية واثنيا الـ D ماتك هيطلع ثلاثة إذن الـ D موجود يطلع الـ N منا تروح تعوضها هنا يطلع لك المجموع يعني لازم اطلع الـ N منا أوكي يعني منها شو رح هنطلع هكتبلك ونطلع الـ N من هذا القانون حتى من اطلع الـ N أقدر اطلع الـ S N شباب تعويض بسيطي الـ E و N ثلاثمية وتسعة وتسعين مصور بس ويا يا خاف احتاج الـ A مية واثنية الـ N إحنا نريده في D الـ D اللي هو تلافة الـ D هو شنو تلافة زين وزع الـ T لافة على القاوس T لافة في N تلافة N طبعا كنت شغلة عد المصور دائما يخلي التبريد على التدفع يقول لك بس خليليها على التبريد وصمت الصمتاني أنا بيطبع إذا مباردك ريش ما كده صور تحمني زين نرجع T لافة في سالف واحد سالف تلافة مصور رح يبطل من وراء تلاثمية وتسعة وتسعين مية واثنين ناقص ثلاثة تسعة وتسعين ما مصور؟ زين لا هسابه سهل هذا ها خلي عليه تنقل تسعة وتسعين شباب يصير سالب أحتاجك بالعازات القوية الآن سأحتاجك جيد تلاثمية وتسعين ناقص تسعة وتسعين تلاثمية تروح تبقى بس تلاثمية ثلاثة آن يساوي تلاثمية تقسم على ثلاثة الآن تطلع مية تقسم على ثلاثة آن مية هذا ما حلو يا أبه تقسمناها على ثلاثة خافض أخته تقسمنا على شقدة تقسم ثلاثة آن مية ثلاثة آن مية تعال الآن تقسم على ثلاثة آن مية 如果你 أعتذر تقسم على ثلاثة آن مية يحصل على ثلاثة آن مية واثنين أجمع لي ثلاثة آن مية واثنين ِ٠٩ سعيد بعد غير خآ خمس مية وواحد انت سريع مادر صحيح اه بشر مية واثنيات زاعة ثلاثمية وتساسين اسرع من الحاسباني شوف خمس مية وواحد مو لك بابا اسرع من الحاسباني هاي عذرني بيه صعب واذا انطيك الناس جوقه فوقه اقدر والله شين عاد اشتغلك مهم نزل الصفر اضرب خمسة في واحد خمسة خمسة في صفر صفر خمسة في الله عليك الناتج موهجي لك بابا انا عبقري طبعا اشتغلت انا هذا الصفر نزلت وضربت الخمسة اضبوط بدون حاسبة ما حتاج حاسبة وخلصنا الموضوع تحياتي لكم خلصت هاي الحلقة ان شاء الله خلصنا بها المتتابعة الحسابية كلها باذن الله الحلقة الجاية راح نبلش بالمتتابعة الهندسية ومستمرين لحد ما نحكر لكم المنهج لايك واشتراك بالقناة ما اوصيكم بعد دعمكم ان شاء الله يخلينا دائما مستمرين ونلتقي ان شاء الله بحلقة جديدة شكرا لكم